مستشارة وزير الاقتصاد أمين سلام متورتان في ملف الرشاوة والابتزاز إذ حكم رئيس محكمة الجنايات في بيروت الآضي سمير عائيئي على مستشار الوزير للشؤون السياسية فادي تميم وهو الوسيط في العملية بالسجن سنة بعد إعادته للرشوة أما شقيق الوزير ومستشاره كريم سلام فتم تحويل ملفه إلى المدعي العام المالي للنظر بالإجراءات المناسبة بحقه تعود القضية إلى زمن انفجار مرفأ بيروت والفوضى التي شهدها قطاع التأمين يوم ذاك قرر وزير الاقتصاد أمين سلام وشقيقه إجراء دراسات لوضع شركات التأمين التي تؤكد المعلومات أنها خضعت لابتزاز شقيق الوزير لتجديد تراخيصها أو إمهالها لتسوية أوضاعها ومن بين الشركات وقعت أنظار كريم سلام على شركة المشرق للتأمين نزلت على الوزارة وقبلت خيولة الوزير كريم شرطني كريم أنه يوقف تأليق الرخصة شرط أمله أودت على الأول ربع السنة الجديدة للشركة مع أنه هذا شيء ما أنه قانوني بس أنا أرضيه قيا بالتقرير أنه فيه عجز بـ 8 مليون وهذا شيء طبيعي بيحيل لشركة بالعالم بأول ربع مش معقول ما يكون فيه عجز لأن بعد ما فاتوا البريميوم مستبع السنة طلبوا مني أنه حط 8 مليون دولار كفالة أو رأس مال طلبت من الوزارة أنه يعطوني إذن بيع شقفة أرض بالسوليدار لغطى هذا المبلغ وما ردوا علي عند هذه النقطة دخل فادي تميم المنفذ الأكبر على الخط ووفق ما ورد في الحكم القضائي تواصل الرجل مع رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش الموظف السابق في شركة المشرق عارضا عليه خبراته وقربه من وزير الاقتصاد لإنهاء الملف مقابل 250 ألف دولار فانسحب درويش من الملف لشعوره بأن هناك ابتزازا يحصل عرف حاله كمستشار الوزير أنا عندي حل مشكلتك طاني ورقة بينا طال عن الوزارة لأنه فيها معلومات ما حدا عنده إياه غير أنا والوزارة أكيد يا الوزير يا خي الوزير لأنه هني اللي مستلمين ملف التأمين ما حدا تاني 250 ألف مبلغ كبير يعني قالي شكور ربك كان بدون 400 تمت الموضوع أنا وأنه فيه نوع من ابتزاز وبحسب التحقيقات أيضا وبعد دفع المشرق مبلغ 100 ألف دولار التقى درويش برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمحاولة طلب وساطة لإنهاء عملية الابتزاز فطلب الأخير وقف كل ما يجري وحل الموضوع دون دفع أي رشاوة وعند إبلاغ تميم بموقف رئيس الحكومة أجاب نحن رح نعلق رخصة الشركة وخلي الرئيس يفتحه جمد الملف ليفاجأ الجميع بإخبار قدمة إلى النيابة العامة المالية وبعد التحقيقات مع المتورطين صدر الحكم وفرد على تميم إعادة المبلغ الذي تقاضاه فيما ينتظر الجميع المدعي العام المالي علي إبراهيم فهل يخدم على استكمال التحقيقات ومعاقبة مستشار الوزير وشقيقه كريم سلام